قال الله تعالى في سورة البقرة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ هذه الآيات العظيمة فيها موعظة للعباد وخصوصا المؤمنين منهم بأن الله سبحانه وتعالى سيبتليهم وأنهم مأمورون عند البلاء بالصبر وأنهم إذا صبروا فإنهم ينالون ثلاث فوائد قال ولنبلونكم بشيء من الخوف يبتل العبد بالخوف من الأعداء وبأنواع من الخوف الطبيعية والموفق من وفقه الله تعالى باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبسؤاله الأمن فإن الأمن منه وحده لا شريك له لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع يبتل العبد بالجوع وبقلة الطعام وبالمجاعات وأحياناً يوجد الطعام كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن يكون هناك من الأمراض ومن المصائب التي تمنع العبد من تناول هذا الطعام ونقصم من الأموال والأنفس بالموت فيموت للعبد قريبه كالوالد وكالولد وكغيرهما والثمرات بأن لا تنبت الأرض ما يريده العبد أو بوجود قطاع الطرق الذين يحولون بين التجار وبين هذه الثمرات وبين الأسواق أو بأنواع من الابتلاءات لكن ملخص الأمر أن العبد عند البلاء يصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم هذه فائدة ورحمة وهذه فائدة وأولئك هم المهتدون وهذه فائدة لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا من سورة التغاب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن يؤمن بالله يهد قلبه يعلم أن المصيبة من الله فيصبر ويحتسب ويرضى بقدر الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام نبتلى ببعض المصائب من الجوع ومن شدة المؤونة والمؤنى ومن تلك الصفوف التي نشاهدها بل من بعض الأمراض التي عجزت دول الأرض أن تأتي بعلاج لها وكل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والموفق الذي يستفيد من البلاء قال أهل العلم السعيد من اتصف بثلاث صفات إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر فالشاكر والصابر والمستغفر هذا سعيد ينجو من عذاب الله ويدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى أسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بعض الناس معاشر المؤمنين عند البلاء يضيق صدره ولا يصبر وذلك لغفلته ولجهله ولذلك قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال جل وعلا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وقال والله يحب الصابرين وقال جل وعلا وهو يبين أهمية الصبر وأن الصابر يكون في معية الله وفي نصره وفي تأييده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الصابر إذا ابتلي يفر إلى الله لا يفر إلى غيره أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون قال ابن القيم رحمه الله تعالى أذاقنا الله بعضا الذي عملنا ولو أذاقنا جميعا الذي عملنا لما ترك على ظهرها من داب لذلك جاء في سورة الأعراف وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يبتليك الله تعالى بالحسنات وبالسيئات قال ابن تيمية الحسنات النعم والسيئات المصائب وهذا المرض الذي خوف الناس اليوم فيه من الفوائد الشيء العظيم بيّن عظمة الله تعالى فيروس صغير لا يرابل بالمجاهر العادية صغير في بلغ الغاية من الصغر ومع ذلك عجزت تلك الدول العظمى عن مواجهته وهذا فيه رد على المنسلخين من دين الإسلام الذين يسخرون بأهل الدين والذين يعظمون دول الكفر فإن هؤلاء الكفار لما ابتلوا بهذا البلاء خافوا بل صرح زعماؤهم الرئيس الأمريكي يقول نجعل يوما للصلاة نتقرب إلى الله تعالى خوف من هذا المرض وذاك من زعماء إيطاليا يقول عجزت قوى الأرض عن مواجهة هذا المرض بقي اللجوء إلى قوى السماء إذا صح التعبير ولذلك العبد الموفق يعلم أن البلاء من الله فيصبر وينجو إلى الله ومن فائد هذا البلاء أنه ذكر الناس بالموت فصار الكل إلا من رحم الله يخافون الموت والسلف قالوا لما سئل بعضهم لماذا نكره الموت قال لأن العبد يكره الانتقال من دار العمار إلى دار الخراب ولأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة ولو أننا عمرنا الآخرة ولم نعبى بالدنيا لتمنينا لقاء الله لذلك قال الله تعالى واعظا الكثير من عباده قال بل وعظ جميع عباده ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والعبد الموفق الذي يحاسب نفسه يخلص ديونه ويتوب من ذنوبه ويتقرب إلى الله بأصناف العبادات ابتداء من العقيدة الصحيحة والتوحيد لا يلجو إلى الأموات ولا إلى أصحاب القبور لا يعلق التمائم والحجبات لا يذهب إلى العرافين والدجالين يلقى الله بالتوحيد أولاً فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ويجتهد في تلاوة القرآن يجعل له ورداً من كتاب الله يقرأ في اليوم جزءاً أو جزئين أو ثلاثة أجزاء أو ما استطاع ويجتهد في النوافل ابتداء من صلاة الضحى وقبل ذلك رقعتين يصلي رقعتين الفجر ويجتهد في السنن الرواتب يصلي قبل الظهر وبعد الظهر ويصلي بعد المغرب وبعد العشاء ويصلي الأربع رقعات التي قبل العصر كما في سنن الترمذ وحسنه الألبان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله رجلاً أو امرأاً صلى قبل العصر أربعاً يصلي رقعتين ويسلم ويصلي رقعتين ويسلم يجتهد في النوافل ويجتهد في ذكر الله قال أبو الدرداء رضي الله عنه الذين لا تزالوا ألسنتهم رطبة رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك ويغض بصره عن الحرام ويحفظ لسانه ويحفظ جوارحه عن استماع كالأذن عن استماع الأغاني وعن غير ذلك من المعاصي ويقبل على ربه لعله ينجيه ولا يحرم أهل العلم الأخذ بالأسباب تجاه هذا المرض لكن يقولون هذا فيه موعظة لمن وفقه الله تعالى أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يرفع البلاء عن الناس وأن ينزل عليهم الشفاء وأن يؤمنهم في بلادهم وأن ينزل على هذه البلاد الرحمات وأن يوفر لهم الأرزاق وأن يكشف الغمة وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يوفقهم للبطانة الصالحة وللعمل بما يرضيه وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب أهل هذه البلاد إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله شكرا